على مستوى الكورة المستوى الكورة بص إحنا إمكانيات صلاح الحمد لله معروفة للناس كلها ودراتهم الفنية والبدنية والشخصية كمان فاللعيبة كلها والصلاح أصلا لعيبة كلها بتحبه بس فأنت لما تيجي تتكلم عن الفروق ما أنت قلت من شوية إن كريستانو رونالدو الناس عارفة فأنا قريدي اللعيب معاه في الفرقة وعارف قيمة اللعيب ده معايا فأكيد مش أبصل دي قوي أنا عارف أصلا أنا برمي عليه الحملة أصلا لأنه قريدي بيتمرم معين تتتخذ من الاتنين في الحقيقة تتتخذ ضغط عليه معين ما تبقاش بالعكس أوه صلاح بيشيل عنينا كل حاجة وفي نفس الوقت الراجل ده شخصية كويسة فأنا بحبه معاه في الفرقة فالناس اللي في الشارع ما تشوفش كده هم شايفين صلاح بس أو ده منتخب صلاح لا اللعيبة في الملعب اللي موجودة معاه بتبقى حاسة بقدرة اللعب اللي معاها ده فلو تبص اللعيبة في وجود صلاح بتبقى عاملة زي مبسوطة جدا كلهم حواليه ونفسهم موجودين معاه فعارفين قيمته قريدي في حتة ان بقى فيه بس الحتة ان فيه حتة صلاح هو اللي واخد الشو كله وهو صلاح مش محتاج شوه يعني ما شاء الله ربنا زيده هو قريدي فيه شو موجود لأن الراجل اكتهد وتعب على نفسه في بص المرحلة معينة من المستوى الكبير اللي هو فيه فأنا شاف ان دي ما فهاش اي يعني مش بقى فيه حاسسية من النسبة لعيبة خارس بالعكس دي هو مدفع اكبر طيب محمد لكن على مستوى الكورة لما تقولوا ان المنتخب صلاح ممكن ناس تقولك ايه طيب ما هونا كل مهمة المنتخب الخصم اللي هيلعبك الفاني الخصم اللي هيلعبك انه لو حجب صلاح المنتخب فعاليتك انتهت هل ده صحيح؟ هو ورد بيحصل طبعا بس هل ده انه تيجي اتعصر كده؟ يعني فيه فانتخابات ممكن تلاقي ده واحد زي ميسي وواحد زي بلاي يعني بتلاقيهم مجرد انهما بيمسكوا لاعب معين حصل في الارجنتين في مبارات اللي فتاعة بتاعيتهم في كوبا امريكا انهما خسروا عشان ميسي يتمسك بشكل معين طبعا التفكير ان صلاح هو الابرز هو الاقوى هو اللي بيعمل الفارق للمنتخب ممكن يبقى موجود عند المنتخبات خصوصا المنتخبات الصغيرة يعني زي المنتخب مثلا زي مبابوي باقي المنتخبات الموجودة في المجموع لان هما بيشوفوا انك تمسك لعب معين هو الابرز ده في حد ذاتهم نجاح ان يقدروا من خلال بعد كده ان هما يوقفوا ان هما يشتغلوا على المنتخب لكن طبعا المنتخبات الكبيرة زي السنغال كودفوار المغرب دول بيبقى ليهم سيستم مختلف تاني لكن انت طبعا مجرد ان هما يعني بيبقى فيه فعلا فكرة كده انت عندك مشكلة ان انت بس هي نقطة اللي قالها شادي بقى ان انت ممكن تبقى عندك هجوم كويس فكرة الهجوم كويس لكن علاج بعض الامور الخاصة بالدفاعات اعتقد انها لسه مش موجود عشان كده مستر اجيري دايما 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 اعتماد ان هو بيهاجم باستمرار يبقى عنده قوة هجوم كبيرة بيخلي الامور يخف شوية عن جزء الدفاعات طبعا صغر او الوقت في حتة تجميع المنتخب كلكم بتكلموا على فكرة الوقت على فكرة مش احنا بس يعني خلي بالحنا دا كما تيجي تبص الدولات الاوروبية هما خلصوا من شهرين او من شهر تقريبا وفيه بعض اللعيبة طبعا رياحة وزي صلاح وابتدوا ياخدوا الراحة بتاعتهم تدى المنتخبات تتجمع بشكل كبير لكن انت بتجيب لعيبة محترفة مجرد ان انت بتحط فكرك وتبتدي تشتغل عليه دا بياخد وقت بسيط جدا لكن المبارات الودية نفسها هي دي اللي بتحدد انت يمكن عملت مطشين وديين امام تنزانيا وامام غينيا انا شايف ان المطش التاني انت لعبت منتخب اقوى شوية بين بعض الامور اللي ممكن الدفاعية هو من خلال طريقة اللعب اللي بتختلف من من بداية اللقاء لبعد كده في الشوت التاني هي دي بقى الحلول الدفاعية